المجتمع الوطن يعطيه كل شيء فانت لازم تخلص لهذا الوطن ولابد ترد له هذا الجميل ولذلك وجودنا اليوم في هذه القناة في هذا البرنامج لكي نرد ولو واحد في المئة من جزء بهذا الوطن المعطاء ونبلغ الشباب والشابات انه ليس هناك شيء مستحيل في هذا الوطن الذي ينعم بالرفاه والأمن والاستقرار وهذا على فكرة كلام الياباني لي أنا كان يقول أنتم يعني مش محسودين مغبوطين في هذه النعمة التي تعيشوا فيها من فضل الله تعالى يعني حتى وليل عهد الامبراطورة الياباني في جلسة معاه يعني بعدين وصار امبراطورة الحالي 2019 كان يقول يقول نحن ننظر للمملكة العربية نظرة احترام وتقدير دكتور هذا الشيء لازم يعرفه الشباب عندنا أن هذا الوطن بفضل الله بفضل الله تعالى ما في شك يعني من امبراطورة اليابان إلى الشخص العادي ينظر أن ربع الطاقة الموجودة في بلده هي جاي من المملكة العربية السعودية فكيف ما يحترم هذا الشيء وليس فقط ولكن حتى الثقافة ما نحن إلا حسنة من حسنان من حسنان ومعنه على فكرة واحدة من الأشياء نحن كنا نعان منها المستشرقين أو المستعربين اليابانين إلا درسوا اللغة العربية لا زالوا قليل جدا بالمقارنة بالمستشرقين والمستعربين الأوروبيين والأمريكان لأن بلدنا كانت بعيدة عليهم صحيح دخول الإسلام عندهم حديث جدا في تسعمية وشوية كان أول حاج ياباني جاء للمملكة ندعو الآن من جميع الطلبة وإخواني الطلبة والطالبات لابد أن يتجهوا شرقا لابد بمعنى رجاء مني أنا أتمنى وفي هناك تحديات وصعوبات لكن إذا أرسلنا هناك كان عندنا حوالي ستة مئة طالب في اليابان في اليابان بعتت خادم الحربين الشريفين الله يطول عمره لو تخرج فقط ستة يا دكتور يكفينا من الستمية يخدموا هذا البلد بإخلاص إن شاء الله كلهم بإذن الله منارات علب وهدى بإذن الله لما افتتحنا مصنع إسوزو للمحركات والتركات في الدمام كان معانا الدكتور توفيق الربيعة الله يمسي بالخير كان وكيل وزارة التجارة وقتها مدير المصنع الياباني يقول لي خريج اليابان طريقة تمشي في داخل المصنع تختلف عن خريج أمريكا طريقة تمشي بالأدب والإحترام وحب الآخرين فهذه الأشياء لا تستطيع أن تقرأها لازم تمارسها ولذلك أنا من الناس كنت ولازلت أشجع كل من له رغبة أن يروح للشرق لابد أن يروح يعني ثقافة جديدة ومجتمع جديد يمكن هذا يأخذنا إلى